اهلا بكم في مطبخينه في الاول هنضع 3 معالق كبار من اي زيت نباتي لما يسخن نضع كباية من الدرة تقريبا 200 جرام ورشة من الملح هنقلب الدرة في الزيت لما الزيت يسخن قوي وبعد كده هنغطيها ونسيبها على نار متوسطة لغاية لما يتكون الفشار في الطاقة سخنة على النار هنضع 3 كباية من السكر اللي هي تقريبا 70 جرام وبعد كده هنسيبها على نار هادية من غير ما نضع عليها مياه لغاية لما يتكرمل السكر بعد كده هنقلبه بقى في بعضه لغاية لما السكر كله يدوب ويبقى الكرامل متكون هنجيب بقى مكعب من الزبدة تقريبا 15 جرام هنحطه على السكر او على الكرامل وهنقلبه كويس لغاية لما الزبدة تدوب مع السكر وتمتازك تماما بعد كده هنجيب 3 كباية من اللبن الحليب اللي هي تقريبا 80 ملي هنفضيها على السكر مع الزبدة طبعا هيحصل ان هو هيتجمد كده شوية هنقلبه على النار لغاية لما يسيح خالص وبكده يبقى الكرامل جاهز معي هندفي النار بقى على الكرامل وبعدين هنحط الفشار اللي احنا لسه عاملينه ده في وسط الكرامل وهنقلبه كويس قوي وبعد كده هنفضيه في الطبق بيبقى فشار بالكرامل جميل جدا ولزيز قوي موسيقى في معينا بقى عملنا كوباية تانية من الفشار ووزعناها على أطعمة مختلفة فشار جميلة زبدة سايحم معلقة مثلا كبيرة بعد كده هنضيف عليه التوابل معلقة صغيرة مثلا من الكاري الكركم البابريكا المالح وبعدين هنقلب الفشار مع البهارات وبكده يبقى معينا فشار بالبهارات المذاقى التاني اللي معينا هنضيف شوية زبدة برده على الفشار بعد كده هنضيف عليه معلقة صغيرة من الكاكاو مع القرفة مع السكر ده بيدي طعم السينابون وده بيبقى لذيذ قوي برضو اللي بيحب نكهة القرفة هيعجبه قوي الطعم ده الطعم التالت اللي معينا برضو هنحط شوية زبدة صغيرين على الفشار وبعدين هنضيف عليه جبنة رومي مبشورة وملح ده اللي بيحب الطعم الحادق أو طعم الجبن واخر حاجة معينا هنا الشوكولاتة السيحة بنزيح شوية شوكولاتة كده على حمام مائي على النار بعد كده بنحطها على الفشار ونقلب وهي طبعا بعد كده بتنشف تاني أو بتجمد تاني على الفشار وبتبقى كل حبات فشار متغطية بطبقة من الشوكولاتة كده احنا خلصنا أنواع الفشار المختلفة الكاراميل بتجيبنا الرومي والملح وبالبهارات وبالقرفة والكاكاو وكمان بالشوكولاتة يارب يكون عجبكم الفيديو وياريت تقولولي رأيكم في التعليقات واللي ما اشتركش لسه في القناة ياريت يشترك فيها والى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله